الآن نشوف بحياناً الخانمات أول ما يجون تلقاه كذا كم سبوع سبوعين تبدأ تتغير تشكها خلاصنا بغروح وتروح المكتب الاستقدام يقول لا يحاولون يداريها يحاولون يغصبونها ليش هذا التصرف وهذا الموضوع قاعد يتكرر عند أكثر من عائلة استاذ حسن شوف أغلب المكاتب ترجع للمكتب والمكتب الأجنبي هو يحاول يقنعها وخاصة السمسار يقولها بعد ثلاثة شوف أنا اليوم بس مدى كلكم تسموني حسن ما أدري خالد وحسن أكيد معنا زمينا حسن منتج البرنامج طبع أوكي استاذي معلش بنرجع لموضوعنا أنه مجرد رجوع العاملة إلى المكتب يتواصل المكتب الأجنبي المكتب الأجنبي يحضر السمسار السمسار يحاول إقناعها بالتجاوز الثلاثة شهور خاصة من للأسف بنجلاليش وأنا للأمانة وقفتها بهذا السبب لا أحب أضر المواطنين العاملة تأتي تعدي ثلاثة شهور ترجع يخسر المواطن ترجع المواطن ثاني المفترض توضع في القائمة السوداء على النقيض العاملة التي تكمل عقدها تعاقب يعني مثلا بالفلبين عاملة أنجزت عقدها في سنتين وتعرف أنه عندهم اعتقاد أنه إذا ما تقولهم رح أرجع ما رح يعملوا لها خروج عودة بيخلوها أطول فترة ممكنة وبالتالي هي تقول أنا برجع هي أنجزت العقد خلاص مدة العقد سنتين ذهبت إلى الفلبين تبغى فرصة عمل لسبب ما يمكن ما رتحت بالبيت أو أنه تبغى تغير لأي سبب من أسبابها التي هي مقتنعة فيها تجي توصل للمطار ترجع لأنها ما زالت عندها خروج عودة على عميل سابق المفترض هذه أنجزت السنتين تكافأ بالعودة إلى عميل ما أرجعها يعني خلاص إيش علاقة الكفيل الأول حتى وأن أعطاها خروج عودة